فيما ينزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية بعد عامين ونصف عام فقط من إعلان استقلاله أوصل أمين العام للأمم المتحدة بنكيمون الاثنين بإرسال 5500 جندي و423 شرطيا إضافيا إلى جوبا لتعزيز بعثات الأمم المتحدة المنتشرة هناك وستضف هذه التعزيزات إلى نحو 7000 القبعات الزرقة و700 شرط في طريق قوة مناس وقد قدمت الولايات المتحدة لثاني مشروع قرار في هذا الشان أمام مجلس الأمن الدولي من المفترض أن يصوت عليه أعضاء المجلس مساء ثلاثة وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانتا باور إن هناك تفاهم واسع جدا وعزم لتحرك سريعا وأوضحت أن إرسال هذه التعزيزات سيستغرق بضعة أيام على الأقل هذا هو بدأ مجلس الأمن الدولي مسامس مشاورات عاجلة لبحث طلبي بنكيمون وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه رئيس جنوب السودان سالفاكير التزامه بإجراء محادثات مع نائبه السابق المتمرد ريك ماشار لإنهاء الصراع في البلاد لكن الأخير اشترط على الحكومة الإفراج عن حلفائه السياسيين المعتقلين في غضون ذلك تزايدت المزاعم في جنوب السودان بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في نزاع المسلح الذي دخل أسبوع ثاني وقالت الأمم المتحدة اليوم أنه تم العثور على مقابر جمعية بجنوب السودان ترجمة نانسي قنقر